تعرف ان النصة شات جي بي تي تفوقت على 17 طبيب لانهم معرفوش يشخصوا بمرضة عند طفله لكن منصة شات جي بي تي قدرت تشخص المرض ده تعالوا بنا كنا نبدأ نعمل حساب او ننشئ حساب على منصة شات جي بي تي اللي محظورة في جميع الدول العربية باخر تحديثية ليها تعالوا بنا كنا نبدأ الشرح بس ننساش دعمني بلايك وسبسكرايب يلا بنا تعالوا بنا كده نتعلم طريقة انشاء حساب على شات جي بي تي او منصة اوبن اي اي طبعا الحساب ده انا هتديل اي حد يكتب لي في كومنتات انهم محتاج الحساب ده اه توصل بس معي في الفيسبوك وانا ان شاء الله هبعث لك ال اكاونت ده دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي نعمل حساب على شات جي بي تي اول حاجة تبتح جوجل هنا او الايميل بتاعك بعد كده بتروح حمدك على حساب الجميل بعد يجي تفتح حساب الجميل او يجي يفتح معك هتروح انك تفتح ملصة تشات جي بي تي واسب لك رابط الرسمي موجود في التعليقات طبعا احنا محتاجين ان احنا نفعل اضافة اسمها الاضافة دي اللي هتستخدم في بي ان علشان تغير الموقع بتاعك لانه للأسف لسه مزال محظور في الدول العربية تضغط عندك على ستارت في بي ان طبعا انت بتنزل الاضافة دي من على الرابط اللي هتسبولك في التعليقات او الوصف الاضافة دي تقريبا حجمها واحد ميجا مش هدخب معك وقت في التحميل بتاعك بعد كبت تفعل وبتضغط عندك كلمة هنا زي ما انت شايف اضغط عليها ضغطة كده وتستمى شوية لحد ما يحاولك لصفحة تسجيل جديد ومن هنا بتروح عندك على البريد الالكتروني وبتنسخ البريد الالكتروني الخاص بي انت تمام قل له هنا او نسخ وبعدين ترجع تاني تقول له هنا اضغط في الاميل بتاعي وبتضغط عندك على كلمة continue ومن هنا بتكتب الباسورد الخاص بيك المهم يكون الباسورد ده مقوعة من حروف وارقام وما تنسهوش اهم حاجة وضغطها بس على كلمة continue عندك بالشكل ده كده هتستنى شوية لحد ما الصفحة تحمل ويحولك على الصفحة اللي هي open ai platform طبعا انت سيبك من الصفحة دي المهم تروح عندك على حساب الجيميل هتلاقي في هنا الverify بان هو open ai verify your account انت بضغط عليها وبتعمل تأكيد للاكاونت بتاعك تمام خلاص كده تعمل تأكيد حد صفحة من الصفحتين دي اللي تفتح معاك لما كانتش الصفحة دي هي بس صفحة دي تمام هنا بتكتب بقى المنصة واسمها كده طبعا انا هكتب chat gpt علشان الحساب ده هيبقى يستنوا تمام وتكتب تاريخي بميلاد الخاص بك انت تمام وبعد كده بتقطع عندك على كلمة continue من هنا بيطلب منك رقم التليفون وهنا من هنا هنجيب رقم تليفون لتفعيل حساب على رقم تليفون سواء كان امريكي او سواء كان بريطاني احنا نتعامل مع الولايات المتحدة او المملكة المتحدة اللي هي اختار اللي هي اولها ويسيب لك قرابة طبيق موجود في التعليقات نزل الطبيق ده اللي هو يساعدك في الحصول على رقم امريكي كل اللي عليك بس كده انك بتروح تفتح الطبيق وتروح عندك على الارقام تمام وبعد كده بتروح عندك على رقم زي ده كده مسلا وبعد كده بتضغط عليه تختار طبعا بتنسخ الرقم زي ما انت شايف كده وبعد كده بترجع تاني بتضيف الرقم وتقول له وبعد كده تقول له هنا ومن هنا هيدأ يبعث الكود الخاص بيك من على المنصة دي لطبيق نفسه هنشوف كده انه هيحصل بس كل عليك بس اعمل طبعا ممكن يطلب منك رسالة الامان او تأكيد الامان اللي هو حل البازل طبعا بتلغط على آآ بجين بازل طبعا انت بتحل البازل بتاع الموقع ده ولك اتجاه القطة فين طبعا انت بتحرك على حسب اتجاه الصابع ده طبعا او ده تمام تضغط على وبعد كده برضو نفس الاتجاه الصابع بتضغط برضو على قال لك كده ومن هنا قال لك انا هبعث لك الكود على الطبيق بتاعك هنا تفضل بس اعمل كده شوية زي ما انت شايفت هنا بتاخد الكود ده بعد ما عملنا اقول له هنا قبي وبترجع تاني بتضيف الكود وتقول له لصق وكده احنا انشأنا حساب على منصة الزكاة الاصطناعي شات جي بي تي اللي هو منصة شات جي بي تي سري تمام ده الاصدار التالي من نوع طبعا بتستنى شوية لحد بقى المنصة تفتح معك عادي جدا وكمان ممكن تقفل لو انت عاوز يعني انا ممكن اقفل عادي جدا خلاص بعد ما انشأت الحساب واستنى بس الصفحة تفتح معي زي ما هتشوف دلوقت طبعا ده اخر اصدار ليها اللي هو في سبتمبر خمسة وعشرين اخر تحدثات للمنصة دي تمام عاوز انت بتعمل للمنصة مفيش مشاكل طبعا في الشهر عشرين دولار تمام وانو شرحت قبل كده ازاي تعمل لها او تشترك في هنا اللي هي النسخة المجانية طبعا اللي احنا بنتعامل المعاهد الوقت تقدر تكتب اي حاجة انت عاوزها وتسأل منصة الزكاة الاصطناعي في اي مجال انت عاوزه او اي مجال انت شغال فيه سواء كنت دكتور او هندس او معلم او حتى ببرمج او انت محتاج اه مثلا تستخدمه في حل الامتحان انت كطالب او يساعدك في حل الواجبات يعني هيخدمك جامد قوي طبعا انا ممكن اوقع في البي بي ان عشان يقول انت بتضحك علينا تقدر تعمل تاني اهو وتقدر تستخدم منصة الزكاة الستراي تكتب مسلا هنا اهلا هو هيبدأ يرد عليك هناك تعايزين نعرف مسلا مكونات ادوية مسلا الضغط مسلا تمان بغط عليها كده واتضغط الانتر واستنع شوية لحد ما يبدأ يقول لي هنا ادوية الضغط العالي طبعا ده في المجال الطبي انت ممكن بقى تستخدم في اي مجال انت تحتاجه هتلاقي رابط اه التواصل بتاعي على الواتساب او الفيسبوك موجود في التعليقات تتواصل معي وان شاء الله انا هاعطيك حساب يقدر تستخدمه على منصة حساب مجاني وانا كده شرح انتهى اتمنى يكون شرح عجبك من تنساش دعمني بلايك سبسكرايب واشوفكم في حلقة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة